لا صوت يعدو على صوت الشعب حيث نجحت الاصوات الرافضة لتعديل قانون الاحوال الشخصية بالوصول الى المحافل الدولية اذ التهديدات تتوالى من مصادرة الحقوق في العراق فالاتحاد الاوروبي يهدد بعقوبات يليها خفض مستوى العلاقات كخطوة اولية جراء انتهاك الالتزامات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كشفت استلامها لطلب فوري يشدد على اهمية ادانة المقترحات الخاصة بزواج القاصرات وحقوق الميراث الى حماية الطفل فبعد وصفه التعديل بالمؤدي الى تطبيق الراديكانية اشاد الاوروبيون بالذين يقاتلون للحفاظ على احد اكثر القوانين تقدمية في المنطقة العربية الرفض لم يقتصر صداه على الاتحاد الاوروبي بل بادرت منظمة العفو الدولية الى اصدار دعوات الى السلطات العراقية جاء فيها الى اصحاب القرار ابتعدوا عن انتهاك الحقوق لتزيدوا من ترسيخ التمييز المجحف وبين المعترضين والمؤيدين للقانون الجدلي تبقى الحكومة العراقية في منطقة الاعراف فلم يصدر منها لغاية الان اي بيان لكنها ستكون الاكثر تضررا اذا قرر العالم السير بعيدا عن العراق بسبب التجاوز على القوانين او تجييرها لفئة دون اخرى لتبقى التساؤلات ما مصير التعديلات المقترحة ولمن السلطة اليوم للكتل والاحزاب ام لشعب يريد الحياة بدولة تحكم بالعدل والمساواة قناة النهرين حضارة تتجدد